السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل مرحبا بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن وفاة الفنانة الكويتية جواهر عن عمر نهدى 45 عاما وكانت أخبار نشرة صباح اليوم عن وفاة الفنانة الكويتية التي تبلغ من عمر 45 عاما بعد فترة طويلة مع مرض في مرض السرطان بسرطان المعدة رحمه الله وغفر لها ويذكر أن الفنانة جواهر حقية اسمها منال المسفر خلال رحلتها في مواجهة المرض خضت علاجا مطورا في لندن دون أن تستسلم للمرض وعانت الفنانة الكويتية جواهر الكثير من المعاناة التي لا يتحمل أحد وعادت بعد ذلك إلى الكويت وقضت هناك حوالي من شهر تتلقى العناية الصحية في مستشفيات الكويت قبل أن يتوفاها الله اليوم الأربعة وجواهر التي عرفت بموهبتها الفنية وأدوارها المتميزة في السينما وتلفزيون كانت قد قدمت العديد من الأعمال التي لا ينساها الجمهور الكويتي لها والعرب أيضا ويسمع الحقيقة أن المصفر ولدت في عام 1978 وتوفيت في عام 2023 وكانت فنانة متعددة المواهب حيث قدمت أدوارا في مجموعة متنوع من الأفلام والمسسلات التلفزيونية واشتهرت بأدوارها الكوميدية والدراسية والدرامية وكان لديها قاعدة جمهرية واسعة في العالم العربي عرفت بأداها المميز والقوي وكان لديها قدرة على جذب انتباه الجمهور بتقديمها للشخصيات بأسلوب فن فريد كانت تعتبر واحدة من نجوم الفن الكويتي والعالم العربي بالشكل نعم خلال حياة الفنية الطويلة حصلت على العديد من الجواز والتقديرات لأداها المتميز وتوفيت اليوم الأول من نوفمبر عام 2023 وكانت قد ولدت في نفس الشهر الرابع من نوفمبر عام 1977 ولديها من الأولاد مريم ويعقوب ومنا وهي ممثلة بدأت النشاط في عام 1990 وبدأت التمثيل حيث ظهرت في مسرحية الأطفال الخفاش وكانت حينها في سن صغير فلم تستطع أكمل مشوارها بالتمثيل بسبب الدراسة في عام 1996 ظهرت كاموديل في فيديو كليب كنت أحبه للمغني خالد ابن حسين ومنها عادت للتمثيل مرة أخرى وانشاركت في أربعة مسلسلات دفع واحدة بعام 1997 لكنها بعد ذلك تراجعت وقررت الاعتزال لدوافع لم تكشف عنها وفي عام 2003 عادت للتمثيل مرة أخرى بقوة حيث قدمت خمس مسلسلات في موسم واحد وقدمت أيضا فيه واحد من أشهر أدوارها هو الشمس في مسلسل يوم آخر ومنها استمرت حتى عام 2005 حيث أعلنت الاعتزال للمرة الثانية وخيرا أن اعتزالها كان بسبب الضغوطات التي وجهتها لكنها عادت للتمثيل مرة أخرى بعد غياب استمرت خمس سنوات وذلك بعام 2010 وعشرة تزوجت مرتين لكنها انفصلت عنهما لديها ثلاثة أبناء هم مريم وعقوب ومنا من المسلسلات التي قدمتها ليالي محترقة عندما تشتعل السلوج بيت تسكن سمرة حتى التجمد ليلة عيد ساهر الليل البيت المسكون قصة هوانة الحب المستحيل وأعمال كثيرة أخرى ترجمة نانسي قنقر